اليوم يا جماعة صدر فيلم اكوامان 2 طبعا انا داخلي على السينما بنسبة 90 بل 99% وعب اقول لحالي ان الفيلم ما راح ياجبني الان هل فيلم عجبني ولا ما عجبني ومراجعتي عنه قبل ما نحكي عن هذا الموضوع تعالوا في البداية نحكي عن عالم دي سي السينمائي ذات نفسه فبدل ما نحكي عن ايجابياته وسلبياته خلونا نحكي عن عالم دي سي السينمائي والسبب الرئيسي لوصوله لهذه النقطة نقطة ان المشاهدين عم بيدخلوا على افلامهم بنسبة كتير كبيرة متوقعين ان الفيلم يكون سيء جدا في البداية لازم اذكر باللايك على هذا الفيديو وتشترك في القناة زي لحد الامارك مشترك وهذا الفيديو راح يكون مقصوم للشريط طحت لاقسام الفيديو فاذا قسمنا الاقسام ما راح تحبب انك تكمله ممكن تروح لقسم اللي بعده من دون ما تتعذب ونبدأ مع النقطة الاولى يلي بنسبة كتير كبيرة اكيد انتو تعرفوه ولكن لن ناس اللي ما بتعرف اشو هي دي سي او اشو هو عالم دي سي ثانية جماعة دي سي كوميكس هي شركة قصص مصورة وافلام ومسلسلات تجمع الكثير من السوبرهيروز الابطال الخارقين والاشرار وبعض الفرق مثل الفرقة الانتحارية وفرقة العدالة والدي سي كوميكس لها عالم خاص فيها واللي هو عالم دي سي السينمائي الشركة يا جماعة تأسست تحديدا في مايو 1934 يعني تعد من اقدم شركات القصص المصورة والافلام والمسلسلات ومثل ما حكينا يا جماعة تضم دي سي كوميكس الكثير بالل الكثير من الشخصيات يلي الى وزنه وتقلع باتمان وسوبرمان الجوكر غرين ارو وغرين لانتر دفلاش ووندر وومان واكوامان والكثير من الشخصيات يلي مستحيل نحصيهم بفيديو واحد يكون اصير يعني بدنا فيديو كتير طويل ونضل لبكرة الصمح نحن عم نعد بالشخصيات لان يا جماعة تركوا لي الكوميكس على الطرف لان انا مالي من جماعين الكوميكس انا قلي بعالم دي سي السينمائي تعالوا نحكي عن هذا العالم ونبدأ مع البداية في كتير ناس بتفكر انه بداية عالم دي سي السينمائي كانت مع ثلاثية نولان ولكن بأفين وثلاثة دي سي قررت انه هي تعمل فيلم ويلي ممكن ما تكون سمعان فيه بحكم انه هذا الفيلم ما نجح لا على الناحية التجارية ولا على الناحية الفنية اسم الفيلم كان league of extraordinary gentlemen يارب اكون لفاصل الكلمة والله كتير صعبك كتير الكلمة صعبة المهم يا جماعة هذا الفيلم ما نجح لا على الناحية التسويقية او على الناحية المالية ولا حتى من الناحية الفنية ولكن دي سي حبوا انهن يعملوا فيلم تاني قبل ثلاثية نولان بعام 2004 تحديدا مع فيلم كات ومان بعد ما صدر هذا الفيلم يا جماعة الكثير من المحبين الكوميكس طلعوا نقضوا هذا الفيلم بل جلدوا بكل معنى الكلمة هذا الفيلم من الناحية الفنية سيئ من ناحية العودة للكوميكس كان جدا سيئ وما بيعكس ابدا للكوميكس ومن الناحية التمثيلية سيئ ومرة تاني بيشال الفيلم من الناحية الجماهيرية ومن الناحية الفنية الى حين يا جماعة بداية ثلاثية كريستفر نولان بعام 2005 الان يا جماعة بديكم تركزوا معي بتسلسل الاحداث بدأنا في عام 2003 و2004 بفيلمين ما قدروا أنه يكونوا بداية عالم دي سي السينمائي إلى حين وصولنا لألفين وخمسة كأول فيلم من ثلاثية كريستير فنولان يلي فعلا افتتح عالم دي سي السينمائي وما بين 2005 و2008 كان في عدة محاولات منهم نجحوا ومنهم فشلوا لمحاولة إكمال هذا العالم فإذا بدنا تقيم مرحلة 2005 إلى 2008 يعني لفيلم The Dark Knight ممكن أنه هي كانت مرحلة جيدة وبنت أساس لابأ سبيح نجح أول فيلم من ثلاثية كريستير فر نولان ونجح أكيد فيلم The Dark Knight ما علي أي كلام واحد من أفضل أساسا للأفلام بالتاريخ كمان نجح هنا يا جماعة تدخل مارفل على الخط ممكن تتالي يطاري طب إيش دخل مارفل في الموضوع مع تتالي الأحداث بعد شوي لح نوصل لنقطة من النقاط اللي أنت لحالك بدك تنزل على الكومنتات وتقلي دي سي دمرت حالة بحالة بسبب مارفل يعني مارفل ما لعلاقة فعليا إنما دي سي هي اللي دمرت حالة متل ما حكينا جينا على 2008 نجح فيلم The Dark Knight هون مارفل فائت وقارت لحالة أنه دقيق شوي هدول جماعة الدي سي عبيبنوا عالم سينمائي لازم نحن ندخل على الخط وفعلا بداية مارفل كانت مع آيرون مان يلي كمان صدر بعام 2008 طبعا ما رح ندخل ونحكي على مارفل وشلون بلشت وش اللي تطور فيها تركيزنا حاليا على الدي سي ممكن نعمل في المستقبل فيديو خاص عن مارفل إذا بتكون هذا الفيديو بنشرح شلون مارفل فعليا وصلت للقمة بطريقة مش طبيعية وبلشت تنزل تدريجيا ولكن في الوقت الحالي ممكن تطلع عندها إمكانية الطلوع إذا بتكون نعمل الفيديو كامل عن مارفل كتبوا لي تحت بالكومنتات وهلأ نكمل مع عالم دي سي السينمائي لآن يا جماعة أنا ما بدي أجي بهذا الفيديو أكرر لك الكلام اللي ممكن تلاقيه على الانترنت عن طريق الأفلام المنشورة معلومات فعلا أنت ما ممكن تكون عم تفكر فيها لأنه رح ندخل شوي بطريقة عميقة فيما يخص عالم دي سي ذات نفسه باختصار شديد ثلاثية كريستيفر نولان من أنجح الأشياء اللي ممكن تشوفها أنت أساسا في عالم السينما هذا الكلام لا خلافة عليه على الإطلاق ولكن يا جماعة نحن وقت نحكي على فيلم بتكتبني على أساسه عالم سينمائي كامل متكامل مبني على كوميكس على قصص مصورة هنا تكمن مشكلة كريستيفر نولان من العيار الثقيل ممكن تتفرج عليهم سواء أنت كنت مرتبط مع عالم دي سي السينمائي سواء كنت بتعرف شخصياتها ما بتعرف شخصياتها مش مهم بالنسبة لك لأنك رح يكون عندك القدرة أنك تتفرج على هاي تلات أفلام وهنا تكمن المشكلة يا طريق مللتنا طيب إيشو هي المشكلة؟ المشكلة هو باختصار شديد أنه كريستيفر نولان بقعد كتير عن القصص المصورة خلق عالمه الخاص العالم السوداوي يلي واتنحيا نحكي عن سوبر هيروز بالضرورة رح يكون موجودة عنها تلك الشخصية السوداوية شخصية باتماني اللي بفيلم The Dark Knight على سبيل المثال شفنا بطريقة مغايرة تماما بالتالي الفيلم كان بعيد إلى حد ما عن عالم دي سي الكوميكس القصص المصورة وحاول نولان أنه يخلق عالمه الخاص وبمعنى آخر كريستيفر نولان ما أخذت قصص المصورة كمصدر لنزاعات الشخصيات ودوافع الشخصيات وخلفية الشخصيات ذات نفسها خلق الموضوع من عنده واللي برجع بعيده بأكد يا جماعة هذا الكلام لي يعتبر ما له علاقة أبدا بنجاح الفيلم من عدمه الفيلم ناجح بطريقة خارقة للطبيعة ولكن وقت نحن نحكي على القصص المصورة نولان يشتغل من رأسه إلى حد ما وما رجع للمصدر لأن من الطبيع جدا يطلع حدا ويقل لي يا طاري أنت على أي أساس عبتحكي كل هذا الكلام شلو أنت عبتطلع وتقول أن ثلاثية كريستيفر نولان كانت السبب بأن عالم دي سي سينمائي ما ينجح مت العالم مارفل وتطلع على الموضوع بطريقة أنه الفيلم نجح ولا ما نجح نعم الفيلم نجح ولكن ما حتشوف أنت الخفاية لموجودة عن طريق البحث الطويلة اللي عملته اكتشفت أنه كريستيان بيل طلع بتصريح للتاريخ الكلام اللي رح ححكيه هلأ ما له علاقة أبدا بمستوى كريستيان بيل بأفلام وبشكل عام أو بالأفلام الخاصة ذات نفسها ولكن بطريقة أو بأخرى هذا بيعكس لك نقطة جدا مهمة وتتفكر بالموضوع بطريقة عميقة يطلع كريستيان بيل بتصريحه بيقول أنا لم أشاهد أي فيلم من شركة وورنر بروس أو من عالم دي سي السينمائي ولا أعلم أي شيء عن القصص المصورة ولم أقرأ بحياتي أي شيء من الكوميكس ولا يوجد لدي أي خلفية عن أفلام السوبرهيروز وإذا ربطنا هذا الكلام مع الحكي اللي حكيت لك يا أبري شوي ولي هو إنه كريستيفر نولن خلق لك عالم خاص فيه العالم يلي شوي بتعد عن القصص المصورة مثل ما حكينا وأفرط في الواقعية واقعية من الممكن ما تشوفها بعالم فيه سوبرهيروز هذا الشيء اللي بيقول لك إنه كريستيان بيل فعليا إنسان ما بيعرف أي شيء عن الكوميكس ومع ذلك نجح نجاح كتير كبير هذا بسبب إنه الفيلم أساسا ما بتحس إنه هو ذاك فيلم القصص المصورة والكوميكس والأبطال الخارقين وإلى آخرين من هذا الكلام الفيلم كان واقعي أكتر سوداوي أكتر ودرامي أكتر طبعا شركة وورنر بروس كانت جدا 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 مبسوطة بالشيء اللي حابي يصير ليش؟ لأنه أفلام كريستيفر نولن حققت نجاح مش طبيعي فبالتالي هي فكرت إنه أنا اليوم ربحت ماديا من هذا الفيلم الأول رجعت وربحت من الفيلم الثاني رجعت وربحت من الفيلم الثالث فبالتالي هاي الأفلام أنا عبدالطالح لمصاري ما ركزوا على الجانب الفني ركزوا إنه الأفلام حلوة ولكن هل هي أفلام تم سندة للقصص المصورة للكوميكس مما يعني إني أنا عندي قدرة في مستقبل أبني عالم كامل متكامل ما فكرت بهي النقطة فبالتالي ركزت على الموضوع المالي الفيلم عبدالح لي مصاري ما عندي أي مشكلة كمل على هذا النهج وطلبوا من كريستيفر نولن إنه هو يكمل معه ولكنني عتزر قال أنا شكرا هاي الثلاثية بتكفيني كأفلام أبطال خارقين لحد ما كفاني هذا الموضوع السلام عليكم بس إذا بتكون بقدر بساعدكم بالفيلم القادم كمساعدة بسيطة وفريق العمل ممكن يكون موجود معكم انتقالا من ثلاثية كريستيفر نولن ننتقل أكيد لزاك سنايدر أو تحديدا من حقبة كريستيفر نولن لحقبة زاك سنايدر بعام 2013 صدر عنا فيلم من أوف ستيل وصل يا صديقي زاك سنايدر زاك سنايدر يلي اتبع الشيء اللي كان كريستيفر نولن عبيحاول انه هو يهمله السوداوية يلي موجودة للساتة موجودة الواقعية للساتة اللي حد ما موجودة بل وعلى العكس تماما لزاك سنايدر أضاف الكثير من السوداوية لفيلم من أوف ستيل والأفلام اللي من بعده فعلى سبيل المثال لأول مرة منشوف شخصية سوبرمان بفيلم من أوف ستيل بهاي الشخصية الحقيقية اللي ممكن نحكي عليها سوبرمان قبل هذا الفيلم كان عبارة عن ماكينة انقاذ البشرية انسان لا عنده مشاعر انسان موم اللحم ودم انسان كل همه بهاي الحياة انه ينقذ هاد وينقذ هاد وينقذ هاد ولكن بمان أوف ستيل شفناه بطريقة مغايرة شفنا سوبرمان بطريقة انه هو الانسان يلي عنده مشاعر يلي ممكن يرتكب اغلاط ويزعل بسبب هاي الاغلاط لانا جماعة ما بدي ادخل للفلسفة اللي اجا فيها زاك سنايدر وموضوع الاله وما اله وهي الامور خلونا بعاد عن هاي القصة اكيد ما نحن نحكي عليها وما نحن نتعمق فيها ولكن بطريقة وباخرى برجة بعيد وبأكد انه هو يخلق شيء مختلف ابتعد زيادة عن الكوميكس عن قصص المصورة ورنور بروس واقفة عبتسفة يعيني عليكم عبتخلي المصاري كمل 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 ما في هاي مشكلة بالحلال العكس تماما ورنور بروس اجت فكرت قالت لحالة طيب انا ثلاثية كريستيفر نور انت مع باتمان دخلت لي مصاري مان اوف ستيل سوبرمان دخل لي مصاري ليش ما نحط اتنين بفيلم واحد واقف على الارباح اللي بدا تجيني وحصل الغير متوقع بفيلم باتمان بيرسل سوبرمان زاك سنايدر عمل شغلة انتحارية خلى باتمان تطلطق ايده بالدماء هدا شيء يلي الناس طلعت هيك قالت لحالة ايش هالسيناريو السخيف اللي نحن عمتفرج عليه من خلال هدا الفيلم فعلا جمع السيناريو كان سخيف وباتفاق الكثير من الناس فبالتالي هدا الفيلم لا نجح من الناحية الجماهيرية لا نجح من الناحية الفنية ولا نجح من الناحية التجارية اها هون المجينا نضطه تعتبر جدا مهمة ليش هدا الفيلم السيناريو تبعه كان سيء المشاهد انت بتفرج عليها بتحس مسدوء سريعة في شي غلط بهذا الفيلم بيجي انسان اسمه كريستيرو مع ترشيح من قبل الانسان الممثل بين افليك وبيقول انه هدا السيناريو ممكن يساعدنا فبيجي هدا الانسان بيكون فيه بيده صلاحيات جيدة تستدعي منه انه هو يكون قادر على انه هو يغير الكثير من الاشياء بالسيناريو على انه يا جماعة برجة بعيد السيناريو كان جاهز والتصوير كان شغال ولكن انا بدي اعدل على السيناريو وكان فيه بيده صلاحيات اعدل على السيناريو صغفي عن عمليات تضارب كتير كبيرة في تاريخ موعد صدور هذا الفيلم الآن يا جماعة بصناعة السينما وقت تتقرر انك انت تصنع الفيلم اول شغلة لازم تعمل وهذا الحكي عب بحكي لك يا عن طريق دراسة لازم تعمل دراسة للانتاج العملية الانتاجية هي الاهم بكل هذا المشروع لازم يكون فيها عندك عملية صحيحة والدقيقة الوحدة لازم يكون محسوب بحسابها بهالدقيقة ايش بدك تعمل؟ لازم تكون بتعرف حالك ايش رح تعمل بهالدقيقة فبالتالي العملية الانتاجية كانت مضروبة بهذا الفيلم يعني برجع بقلك هن شغالين تصوير بيجي انسان بيقلك انا بدي اغير بالسيناريو طبعا احنا عم نصور هلا فبالتالي العملية الانتاجية مع تغيير موعد العرض كان الموضوع مضروب مية في المية هلا في شغلة تعتبر جدا مهمة انه اثناء العمل على مشروع باتمان VS سوبرمان كانوا مارفل عب يشتغلوا على فيلم رح يواجه فيه كابتن امريكا ايرون مان يعني وكأنه عالم دي سي السينمائي دخل بصراع مباشر وخلص تم اقرار هذا الصراع انه انا في عندي شخصيتين بعالم مارفل السينمائي رح يتواجهما بين بعض فرحك ما في عنا شخصيتين رح يتواجهما بين بعض ففي عنا منافسة اي فيلم رح ينجاح وعلى عكس مارفل اللي كانوا مستقرين وعرفانين اشها بيعملوا عنده خطة مستقبلية الاضطراب اللي حكيت لك قبل شوي عليه كانت عالم دي سي سينمائي عب يغيشوه وكمان في عنا شغلة تعتبر جدا جدا مهمة وبهذاك الفيلم صار في عنا ثغرة معينة في السيناريو ثغرة كانت كتير كبيرة لحتى يدخلوا لشخصية ووندر وومن ويساولي افتتاحية او دخول جاستس ليك يعني بتحس ان الموضوع كان على عجلة الفيلم كله على بعضه حبكته كانت مكشوفة الكتابة كانت سيئة والثغرات بالسيناريو لإدخال ووندر وومن والتمهيد لفرقة العدالة اللي هي جاستس ليك الموضوع كان يعتبر اختصار ما يقارب عشر سنوات شغل بمقابل الشيء اللي عب تعله مارفل يعني مارفل عنده تغطية لعشر سنين اجو فعليا على مارفل سينمائي واختصر كل هذا الكلام بهذا الفيلم ومن بعده الفيلمين اللي هنه ووندر وومن ومنصر اكيد للجاستس ليك وصلنا لفيلم جاستس ليك بهذاك الوقت كانوا منتهيين مارفل اساسا من فيلم افينجرز يلي فعليا هو شكل عالم مارفل نحن حاليا عم نتفرج عليه بالشخصيات اللي موجودة وعن طريق البناء يلي دي سي عالم دي سي سينمائي كانوا بحاول انه هو يعمله على انه كان فيه عنا ثغرات معينة لمحاولة اللحاق بعالم مارفل السينمائي ولكن ومع ذلك فيلم جاستس ليك كاملا مفترض هو الفيلم يلي بيشبه الشاي اللي صار مع افينجرز هو الفيلم اللي بيدي يثبت اقدام عالم دي سي سينمائي بالساحة بهذاك الوقت يدخل انسان يدعى جوس ويدن هذا الانسان اللي هو فعليا مخرج افينجرز فالآن تعال فكرا معي بطريقة منطقية ليش يروح يتعقدو مع انسان هو مخرج افينجرز الفيلم اللي بيشبه كتير حالة فيلم فعليا جستس ليك بانه هو الفيلم اللي رح يثبت اقدام العالم السينمائي تبعا على الآرض ليش يروح ياخدو المخرج هذاك وهنا عندن زاك سنايدر اساسا ان هو عبيبني فيلي صار انه وكأنه عبيحاولو يطالعو زاك سنايدر لبرا محاولات الى حد ما انه هن يحطوه على الزي نحن يشوفنا انه هذا الانسان المخرج يلي اخرج افينجرز نرجح بهذا الموضوع تاع حد جي اخرج لنا هذا الفيلم وخلصنا من هذا الموضوع زاك سنايدر خليك على الزي هنا حصل خلي نقول سبب معين خلي فعليا وورنر بروسي طالعو لزاك سنايدر من الحفلة كلها ويطالعو برا الشركة ولا هي موت او وفاة خلي نقول بنته لزاك سنايدر فزاك سنايدر اخد مثل استراحة استغلوا هذا الموضوع وورنر بروس واجو قالوا لزاك سنايدر يعطيك الف عافية نحن في عام مخرج رح يخرج هذا الفيلم وحصل الغير متوقع هذا الفيلم كان فاشل بكل معنى الكلمة طبعا سبب الاخفاق انه جوس ويدن اجه هذا الانسان وبلشي لعب بالسيناريو نفس الشيء اللي صار مع فيلم سوبرمان VS باتمان اجو لعبوا بالسيناريو وخربوا الدنيا طبعا هون ما كان التصوير شغاله ولكن لعب بالسيناريو غرير الكثير من الاشياء اللي زاك سنايدر كان بده يعمل بهذا الفيلم اللي هو فيلم جاستس ليغ اللي صار انه لعبوا لعبة زكية كتير اوكي نحط علعنا زاك سنايدر لبرة ولكن جوس ويدن هو اللي عمل التعديلات على هذا السيناريو ولكن رح نعمله انه رح نكتب انه القائم على هذا العمل اللي اشتغل على هذا العمل هو زاك سنايدر مع انه زاك سنايدر حاليا خارج الشركة ولكن في حال اخفاق هذا الفيلم رح نلزق الموضوع كله تماما بزاك سنايدر يلي هو اساسا بره فممكن نحن نتخطى هذا الموضوع ونقول للعالم انه يا جماع احنا مدركين انه زاك سنايدر ما عرف يعمل هذا الفيلم بحكم انه هو اخفاق فبالتاني احنا اساسا طلعنا لبرة وجبنا جوس ويدن مع انه يا جماع الاخفاق اللي صار بسبب جوس ويدن بسبب انه هن نقلعوا لزاك سنايدر من دون اي سبب وعدلوا على السيناريو وصار بالضبط الشيء اللي قلت لك ياه في شهر الفيلم حطوا الحق على زاك سنايدر طلع الزاك سنايدر لبرة جوس ويدن كمل بهذا الموضوع ومن بعد اساسا فيلم جاستن سليك ازا بتتذكروا كل تقريبا افلام دي سي اللي طلعت يعني في بعض الافلام اللي كانت جيدة ولكن ليست تلك الافلام المرتبطة مع الكوميكس وليست تلك الافلام اللي ممكن تقول لحالك انه واو في عنا عالم كامل متكامل عالم سينمائي جميل جدا بتحس الافلام كانت عبتغرد وحيدا وكل هذا الكلام اللي صار يا جماعة بسبب انه القائمين على عالم دي سي سينمائي وونر بروس قرروا انهم يركزوا في البداية على الناحية المالية وتانيا ركزوا على مارفل على عالم مارفل سينمائي ما كان عندهم تخطيط نجح اوشي عندنا ثلاثية كريستيفر نولن فانا الحالنا هدى النوع من الافلام رح ينجحنا ما فكروا بالمستقبل ما فكروا ان احنا يجب ان يكون في عنا خط زمني في عالم كامل متكامل ما فكروا بهذا الموضوع وبعدين صاروا يروحوا يعملوا الشيء اللي عبتعنوا مارفل رحوا يجاوبوا المخرج اللي نجح مارفل كبوا الانسان اللي كان عب يبني كل هاي الاخطاء طبعا لكل هاي الامور وصلنا للنطة اللي حاليا وصلنا لها ذكروني من عام 2021 من فيلم زاك سنادر جوستس ليك لحد هاي النطة اي فيلم كان واو واو من عالم دي سي سينمائي باستثناء ذو بعتمان لا يوجد يا جماعة اوكي في افلام حلوة برجع بعيد باكد في افلام حلوة انها كانت تتفرج عليها ولكن ذاك الفيلم اللي ممكن تقول انه هو يعني اللي بده يانشئ عالم كامل متكامل مافي خلونا نكون بالتفقين مافي ذاك الفيلم اللي بيعمل هذا الشيء وصلنا يا جماعة للقسم الاخير من هذا الفيديو اللي هو مراجعة ااكوامان الجزء الثاني نفس الشيء واتوقع كان واضح جدا من بداية الفيديو ومن خلال الكلام اثناء الفيديو فيلم سيء الفيلم سيء بكل معنى الكلمة السيناريو سيء الحبكة متوقعة قبل بكثير من منوصل للحبكة اساسا في شيء غلط هذا الفيلم اللي بتحس ما له علاقة ابدا في عالم دي سي سينمائي ما له علاقة ابدا في القصص المصورة ما له علاقة ابدا في الكوميكس الفيلم يا جماعة ذات نفسه بتدخل بتفرج عليه ما بتحس فيه طابع مميز فيه يعني تتفرج عليه بتقول لحالك انه انا بس اخلص هذا الفيلم هل فيه طابع مميز هل فيه سوداوية بتميزه هل فيه كوميديا بتميزه هل فيه رومانسية بتميزه طابع الفيلم اللي انت اي فيلم في العالم اي فيلم تدخل تفرج عليه بيكون له طابع معين هذا الفيلم ما كان له هذا الفيلم من كل بستان وردة بكل معنى الكلمة يا جماعة من كل بستان وردة شوي بيجيوبوا من تصنيف الفلاني شوي بيجيوبوا من تصنيف الفلاني شوي طابع هاد وطابع هاد وطابع هاد صار الفيلم عبارة عن سلطة. في بلدورة واخيار وبلفوف وجزر وخلاص. يعني الفيلم انت بتقول عليه بتحس علىك اه ليش دخل على هل الفيلم? والفيلم سيئ بكل معنى الكلمة بكثير من الامور فيلم سيئ. وكان عضي يا جماعة اذا بدنا نحكي على الفيلم الموجود بالفيلم كل كان سيئ. الدوافع شخصية الشريرة الموجودة سيئة. يعني بتحس انو الشخصية الشريرة هي مبنية لهذا الفيلم فقط لها غير أنه تنوجد بالفيلم وتنتهي مع الفيلم وواحد من الأسئلة الأكيد ممكن تسأل الحلقة إذا ما راح تروح تتفرج على هذا الفيلم هل أمبر هيرد ظهرت بالفيلم؟ نعم إذا كان فيلم 100% فطدعت 10% من الفيلم كمان شاهد كحيوارات حيواراتها كانت قليلة مشاهدة كانت قليلة واحدة من الأشياء اللي كمان بصراحة ما كتير عجبتني أنه هن طلعوا شوي من البحر والماء طلعوا شوي كان يروح على مناظر طبيعية شوي على مناظر بالصحراء شي بالغابات شي بالتلج هذا الشيء اللي بصراحة أنا طلعني من جو الفيلم يمكن الشغل الوحيد اللي عجبتني بهذا الفيلم هو الرسالة حول موضوع الأخوة يعني فعلا راح يكون في علم مجموعة رسائل حلوة ممكن نقول أنه جايسون مومو كمان والممثل باتريك ويلسون كان عندهم كيمياء جيدة ما بيناتهم ممكن نشوفها أساسا من الحوارات اللي كانت موجودة ما بيناتهم هذا الشيء بالنسبة للثانوي ثانوي يدام أنه يكون في عندي قصة كاملة يكون في عندي ارتباط وأتحكي عن عالم سينمائي وفيلم أكوامان كان فيه الكثير كالعادة من النكات اللي ما ألا أي علاقة في المكان اللي نحن بنحكي فيه تحس يعني هنم بالشر والفيلم بالغرب والمشاهدين بالشمال والقطبة الجنوبي في الفت جنوبي تحس الموضوع ما بعرف فعلي الفيلم كانت صراحة لا يستحق بدل أنك أنت تروح تحضره وأنا هنا يا صديقنا كنا تنتهينا من هذا الفيديو هي مراجعة أساساً جداً سريع وما حبيت أني أعملكم فيديو فقط مراجعة فحبينا أن نعمل هذا الفيديو عن أسباب فشل عالم دي سي السينمائي وإذا أعجبكم هذا الفيديو الجماعة لا تنسوا أكيد اللايك عليه تشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لما يكونوا مشتركين وضروا جداً نشوفكم في دليل قادم السلام عليكم